مرحبا بكم مرة أخرى لدينا الآن تصحيح التقويم الأول في اللغة العربية للفصل الثالث لو تشاهد قناتنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس مستعدون؟ هيا بنا إذن نبدأ دراسة الناس بقراءة السند في قديم الزمان كان هناك ولد صغير اسمه آدم يحب الرسم كثيرا ذات مرة خرج آدم مع عائلته في نزهة إلى الغابة كان الهدوء يعم المكان وفجأة سمع صوتا غريبا فاتجه مسرعا نحو ذلك الصوت العجيب ليشاهد منظرا رائعا فقال ما أبهى هذا المنظر؟ سمعته أخته فسألته ما الذي ستفعله يا آدم؟ فأجابها إنتهى النص سوف ننتقل إلى أسئلة الفهم إذن نبدأ الإجابة عن أسئلة الفهم قلنا أسئلة الفهم أجيب عنها بعد قراءة النص عدة مرات إذن عليها نقطتين ونصف 1- تحديد الإطار العام للقصة واقتراح العنوان المناسب لها قلنا الإطار العام هو المكان، الزمان، الشخصيات، والحدث إذن إجابة المكان هو الغابة الزمان في قديم الزمان الشخصيات آدم والعائلة الحدث هناك حدث أول وهو خروج العائلة في نزهة والحدث الثاني وهو سماع الصوت الغريب أما العنوان فأنا اخترت لكم آدم الموهوب وكل واحد منكم يختار العنوان الذي يريد كان هذا بالنسبة للسؤال الأول ثانياً هواية آدم هي الرسم إذن الإجابة عن السؤال الثاني يكون بهذه الطريقة هواية آدم هي الرسم ثالثاً شد انتباهه الصوت الغريب الإجابة عن السؤال الثالث هي الصوت الغريب رابعاً مرادف كلمة أجملة يعني مرادف لها نفس المعنى من النص دائماً أبها إذن من المص أستخرج كل هذه الأجوبة مرادف أجملة يساوي أبها وكنت قد طلبت منكم توظيفها في جملة مفيدة إذن وظف أبها أو أجملة مثال ما أبها كرة القدم إذن هذه الجملة التي اخترتها لكم وبإمكانكم اختار جملة أخرى إذن هذا بالنسبة لتصحيح أسئلة الفهم قلنا عليها نقطتين ونصف منتز ننتقل الآن لأسئلة اللغة وعليها ستة نقاط ستة نقاط كاملة لأسئلة اللغة نبدأ أولاً باستخراج كلمات من النص إذن استخرج من النص أولاً فعل ماضي فعل ماضي وهو خرج إذن خرج هو فعل ماضي اسم مكان الغابة اسم مكان كلمة بها ألف لينا وهي ذلك قلنا الألف لينا تنطق ولا تكتب نقول ذلك لكن لا نكتب الألف صفة غريباً غريباً قلنا الصفة تتبع الموصوف وهي تصفه لنا حال مسرعاً قلنا الحال يصف حالة صاحبه عند وقوع الفعل والحال يكون دائماً نكرة أي بدون ألف ولام ويكون منصوب بالفتحة إذا كان مفرداً اسم موصول الذي هو اسم موصول يكتب بلام واحدة إذن هذا بالنسبة لحل السؤال الأول ثانياً قلنا استخرج من النص دائماً من النص جملة تعجبية إذن لدينا جملة تعجبية وهي ما أبهى هذا المنظر إذن قلنا الجملة تعجبية تبدأ بما ليس دائماً حسب هذه الجملة وتنتهي بماذا؟ علامة تعجب إذن تبدأ بآدات تعجب في هذه الحالة ما وتنتهي دائماً بعلامة تعجب وطلب منا إعطاء مثال إذن نكتب المثال ما أروع أمي أو أي مثال من عند التلميذ هذا بالنسبة للجملة تعجبية جملة استفهامية دائماً من النص ما الذي ستفعله يا آدم؟ إذن قلنا كذلك الجملة الاستفهامية يعني تدل على طرح سؤال تبدأ بآدات استفهام هناك عدة أدوات استفهام وهنا لدينا ما وتنتهي بعلامة الاستفهام وطلب منك ذلك إعطاء مثال مثال ما بك يا ردوان؟ وكل تلميذ يعطي المثال الذي يريد إذن هذا بالنسبة لتصحيح التمرين الثاني التمرين الثالث التحويل إلى المثنى المثنى معناه إثنان إذن الجملة كان موجودة بين قوسين في النص التحويل كان هناك ولدان صغيران اسمهما آدم ويعقوب يحبان الرسم كثيراً إذن تغيرت ولد صغير أصبحت ولدان صغيران أضفنا الألف والنون لماذا؟ لأن الكلمة مرفوعة بالضمة قلنا الكلمة إذا كانت مرفوعة بالضمة عند تحويلها إلى المثنى أضيف الألف والنون إذا كانت منصوبة أو مجرورة أضيف الياء والنون إذن كان هناك ولد اسمه آدم أضفت اسم آخر ياقوب يحب للمفرد تصبح يحباني وباقي الكلمات لا تتغير ممتاز رابعاً بيّن سبب كتابة الهمزة في كل كلمة الكلمة الأولى الهدوء إذن الهدوء كتبت الهمزة في الكلمة على لأن الكلمة الثانية سألته كتبت وأكمل إذن نبدأ بالأولى الهدوء لاحظوا الهمزة جيداً كتبت الهمزة في هنا في يعني مكانها هل هي في بداية في الوسط أم في النهاية في آخر يعني في نهاية في آخر الكلمة الهدوء كتبت في آخر الكلمة هنا على ماذا كتبت على الواو على الألف على النبرة على السطر لاحظوا جيداً كتبت على السطر هنا لماذا كتبت في آخر الكلمة على السطر لاحظوا جيداً لأن ما قبلها مد الواو الهمزة في آخر الكلمة تكتب على السطر إذا سبقها مد الكلمة الثانية سألته كتبت إذن نكمل بنفس الطريقة كتبت الهمزة في أين كتبت؟ في وسط الكلمة هذه المرة على الألف كتبت على الألف لماذا؟ لأن ما قبلها حرف منصوب بالفتحة قلنا الهمزة تكتب في وسط الكلمة على الألف إذا سبقها حرف منصوب بالفتحة هذا بالنسبة لآخر سؤال من أسئلة اللغة وعليها ست نقاط ممتاز آخر جزء من تقويمنا وهو الإنتاج الكتابي وعليه نقطة ونص إذن طلب منك أن تتخيل ما سيفعله آدم وأكمل القصة في ثلاثة أسطر موظفا جملة عجبية إذن طلب بسيط جدا عليكم بالتركيز على المعطيات أو المطلوب إذن المطلوب هو ثلاثة أسطر أولا أحترم ما طلب مني طلب مني ثلاثة أسطر إذن أكتب ثلاثة أسطر وتوظيف ماذا طلب مني أن أوظف طلب مني جملة عجبية إذن وظفوا جملة عجبية وأكتب نهاية مناسبة للقصة ممتاز انتهى تقويمنا شكرا لكم جميعا هذا كل ما لدينا اليوم بالنسبة لتصحيح التقويم الأول في اللغة العربية أترك لنا في التعليقات النتيجة التي تحصلت عليها ورأيك في التقويم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا مدرستي في بيتي والضغط على زر الإعجاب لنا عودة مع التقويم الجديدة شكرا لكم سلام ترجمة نانسي قنقر